وصف مسؤول في منظمة الصحة العالمية الأوضاع الصعبة في المستشفيات المتبقية في قطاع غزة بالمرعبة للغاية حيث ينتظر المرضى الموت بسبب النقص الشديد في الموظفين والإمدادات الطبية وقال منسق فرق الطوارئ الطبية بمنطقة الصحة العالمية شون كيسي إنه لم يرى أي دليل على أن المستشفيات أو مستشفيات قطاع غزة تستخدم لأقراض أخرى وأوضح أنه مهتم في تقديم الخدمات الصحية في الأساس كان المستشفى بأكمله مليئا بالنازحين الآلاف منهم ويقال أن عشرات الآلاف منهم يعيشون في غرف العمليات ويعيشون في الممرات وكذلك في السلالم ويستقبل قسم الطوارئ مئات المرضى يوميا معظمهم من المصابين بصدمات نفسية مع مجموعة قليلة فقط خمسة أو ستة أطباء أو الممرضات لرعاية كل هؤلاء الناس المرضى على الأرض كثيرون لدرجة أنك بالكاد تستطيع التحرك دون أن تدوس على يدي أو قدم شخص ما وفي المستشفى الأهلي في الشمال أيضا رأيت مرضى يرقدون على مقاعد الكنيسة ينتظرون الموت في مستشفى ليس لديه وقود ولا كهرباء ولا ماء ولا يوجد سوى القليل جد من الإمدادات الطبية ولم يتبق سوى عدد قليل من الموظفين لرعايتهم ترجمة نانسي قنقر